الفيديو بعنوان الكتاب الذي سبب الكوابيس للملحدين اوووي بقيت لك تمام، اليوتيوب ذاهبه بقيت المشاهدة مساحة، هذا الشب، ليس شكل في فيديوهات الصديق مساحة انه هي هو الأخ نفسه ما لوبة ناقدة للدين أو داعية للدين ففيديوهاته عادة هي عبارة بس عن بيكونوا بيزنبعن على شغلات، نحن نذهبوا على قناة تابعوه نشوف انه بشكل عام هو بيزنبعن على الأشياء مدينة القذارة، مثلا الفيلم ريفي لماذا ليس لها تفسير؟ أين هي الجثة؟ الجثة؟ مو الجنة حتى الجثة طبعا القذافي عم بيحكي هو ما له إنسان ناقد للدين أو خلينا أقول داعي للدين ففيديوهاته ما بتحمل الوزن الديني للناس متخيلته لكن أحيانا هو بجي عباله يعمل محتوى هيك أحيانا بجي عباله يقول ينود تعال نحكي عن الملحدين العرب أو كذا والناس تتفرج بس اللي كنت حابب أقوله أو نوه عنه هذا الشي لنبدأ وفتحت بابها وحدقت في محتوياتها فوجدت مشروبك المفضل وقطعة الحلوى والكعكة التي تعبت بل وجدت قنين من نوع المياه الذي تفضله بعدها عدرت ظهرك للثلاجة ونظرت إلى المنظة الموجودة في الغرفة فوجدت عليها الكتاب الجديد لمؤلفك المفضل وعندما ألقيت نظرة في الحمام حيث تصطف على الرف مواد الاعتناء بالبشرة وجدت أن جميعها من النوع الذي تستخدمه في العادة وعندما قمت بتشغيل التلفزيون I think we got the idea بس I hope he doesn't stretch it too much وجدت القناة التلفزيونية التي تفضلها مع كل شيء تشاهده في الغرفة تجد أنك أقل ميلا إلى التفكير بأن كل ما حدث كان من باب الصدفة أنا بتذكر آري هذا الكلام بكتاب أو سمعانه بمقالة أو هيك شيء وكذلك وقد تتساءل كيف استطاع مدير الفندق أن يعرف كل هذه الأمور التفصيل مدير الفندق تماما الموضوع فيه بتذكر آري بإرني هذا الشيء أو سمعانه بإرني وقد تتعجب من هذا الإعداد الدقيق حتى أنك تفكر مجددا كم سيكلفك كل ذلك من مبالغ مالية ولكنك بالتأكيد سوف تميل إلى الاعتقاد بأن شخصا ما كان يعرف بقدومك أعطينا الاستنتاج وهو يوازي حجة التوافق الشهرة المعاصرة لهذه الحجة سلطت الضوء على بعد جديد لقوانين الطبيعة كتب عالم الفيزياء فريمان دايسون قائلا أوه فريمان دايسون قلت بفحص هذا الكون ودرست تفاصيل تكوينه وجدت دليلا إضافيا على أن الكون يعرف أننا قادمون وبعبارة أخرى يبدو أن قوانين الطبيعة صنعت بطريقة تحرك العالم نحو نشأة الحياة لا صديقي دعنا نوقفهم بما أنك أنت عملت أيضا كمان بريك بيرفكت بيجي هذا الكلام اللي عم تعمله أنت هاي المقارنة أو الموازنة بين اثنين هي حرفية مغارطة منطقية اسمها false equivalent fallacy أو مغارطة المقارنة الزائفة مغارطة المقارنة الزائفة بتصيل لما نحن نجيب حدثين أو موضوعين تشابه نوعا ما بشيء معين فنحن نستخرج منه النتيجة نفسها هي اسمها مغارطة المقارنة الزائفة وهي وهم تطعم بنتيجتك أنت لأنه لا أحكي لك على سبب الطعن لما نقارن غرفة الأوتيل ومدير الشركة أو مدير الأوتيل عفوان بالكون وخالق للكون false analogy also works بس مو بطريقة طرحه false analogy Aussie false analogy also works with him here IT'S more than equivalence ène you nology is the false analogy الأحداث اللي صارت بغرفة الأوتيل ما بتتقارم بالكون يلي أنت تكتف ترضله خالق لأنه الأوتيل لما بتفوت عليه أنت وبتشوف له الأشياء اللي أنت حكيت أنه هي جميلة بمكانها وعلبة المدرشو والكريمات والكتاب أنت ما بتقول أنا لح أستنتج أنه مدير الأوتيل موجود لأنه هاي الأشياء موجودة لأ أنت بتعرف أنه مدير الأوتيل موجود لأنك شفته لأنك أنت شايف المدير ومتعرف عليه انت بتعرف انه هاد المدير موجود وشغلته هو يعرف شو هي مواصفات الضيوف تابعه ويعملن هاد الشي مناسب بالغرف تابعه هون فتاع نشوف هاد الشي على الكون نحاول نطبقه بلاقي ما بيستوي ما بيستوي هاد الموضوع ابدا بداية الكون ما له مناسب لانه متل ما انت متخيل اذا نحكي اذا انت من الناس اللي ما عندهم مشكلة بالتصور العلمي للكون اللي هو بيقوله 13.8 مليار سنة اذا عندك قبول لهذا التصور شلون هذا التصور مناسب لانه شلون وين الحكمة والضبط الضقيق بكون اللي عيب تمضى 13 مليار سنة مشان اخر شي غبرة صغيرة اسمها كورة ارضية بشكل عشوائي تيجي بمكان اسمه نحل لح نجم معين ام تسمح وجود الحياة على ما يبدو الموضوع بالعكس تماما الكون مو موجود بسببنا اذا بننطلع على مجموعة الشمسية تبعنا والمجرات يبدو ان احنا موجودين بسبب الكون مو العكس واذا بدنا ننسى التصور العلمي خلينا نفرج بس على الكورة ارضية تبعنا اذا فيه حدا بقول اخي انا ما عندي تصور العلمي ما بقبله ومنحقك منحقك دون ما بقبل تصور العلمي اذا مطلع بس على كورة ارضية تبعنا حتى كورة ارضية تبعنا لا تبدو انه هي بس معمولة لانه بشكل دقيق اذا فيه كائنات حية فعلا يبدو انه هنن هدف وجود كورة ارضية تبعنا بعتقد الحشرات والاسماك بيرتقوا لانه يكونوا افضل من البشر اكتر بهاي المعادلة الاسماك والحشرات لو عندهم وعي قد يكون عندهم وعي هنن بيحقل لهم اكتر من البشر يقولوا يبدو من هاي الاشياء كلها معمولة بس لالي والجراثيم ايضا انسى الحشرات وشغلات اللي فينا نشوفها بعينناجراثيم صديقي طريقة بتتكاثر فيها الجراثيم والسهولة بتتكاثر فيها والظروف المناخية بتقدو تصبر عليها بكل سهولة شغلات ما عنا يا ludحنا كبشر الجراثيم والحشرات والاسماك هن latم يبقى كورة معمولة لانه الحقيقة لا معمولة لانه ولا معمولة لانه عما يبدو الامور الحقيقي الاكثر تبريرا وعقلا اياهي بي هو ان نحنا نتاج نحنا بهذا الكون نحن نتاج أشياء تحصل مرارا وتكرارا وأخيرا بده يصير ظروف معينة بتدعم وجودنا نحن فنحن اللي عم تصير فينا مثل مثل الانالجي الرهيبة اللي أنا بحبها اللي هي شو بقعة الماء تكسس نايبر فالسي تكسس شوتر صديقي فالانالجي اللي بحبها أنا هي مثل اللي قد خيلنا في حفرة هاي الحفرة مدرجة هيك فيه إلى رسمة معينة حفرة عشوائية بقلب الأرض نزلت المطار وتعبت مي هاي الحفرة وهي البقعة تبع المايك تثبت وعي بيوم من الأيام فاتطلعت على الحفرة اللي قاعدة فيها وشافت كيف الكيرفز تبعاتها لها الحفرة متناسبة تماما مع الماء فالماي فكرت انه هاي الحفرة والكون اللي حواليها مصمم لإلها هي معمولة بشكل دقيق لحتى هي perfectly fit when in reality that's not what it seems like هذا منظور نسبي لإلنا نحن صديقين فلذلك هاي الفولس انالجي مغالطة فولس انالجي مرة ثانية شكرا صديقي على التفكير مغالطة فولس انالجي اللي انت وعي فيها لا ترتقي أو تستوي نستعمل على الكون نفسه لأنه مرة ثانية المدير الاوتيل انت بتعرف انه موجود ومن المبرر يعمل الأشياء لحتى يرضي الكون انت ما بتعرف ان كان له خالق انت ما عم تفترض وجود مدير فندق صديقي انت بتعرف انه فندق فيه مدير لكن لما عم تنقل الانالجي تبعك على الكون انت عم تفترض وجود خالق انت ما قدرت أثبت وجود خالق لو انت ما أثبت وجود خالق مثل ما نحن مقاتبتين وجود مدير للأوتيل كانت نحلت المشكلة لكن هذا سبب الأصدقاء اللي ما بيعافوا فرق بين الحجة والدليل في فرق بين حجة ودليل كل الأشياء اللي موجودة اليوم عن وجود آلهة هي حجج الكلام اللي قاله هلأ الصديق اليوم هو حجة وحجة مليئة بالمغالطات المنطقية بتطعم بالنتيجة فحجة غير سليمة ما في شيء اسمه دليل على وجود إله بوقتنا الحالي في شيء اسمه حجج على وجود إله وطبعا عملنا فيديو حكينا في مرات فرق بين حجة والدليل ما حضر يعلكم وقتكم فيه خلي أكمل الكلمات التي قرأتها عليكم للتو هي من كتاب لفيلسوف بريطاني هذا الكتاب أثار الدنيا ولم يقعدها إلى اليوم أثار الكثير من الجدل والنقاشات والصراعات وزعزع عقيدة ملايين الناس في العالم مؤلف هذا الكتاب في الحد ذاته هو مثير للجدل فما هي قصة هذا الشخص وما هي قصة هذا الكتاب وما الذي أثاره في العالم يتمنوا يحكي لنا قصة ساعة يعملنا مثل يحكي لي كيف هذا الكتاب سبب كوابيس للملحدين لأنه لحد هلأ من الانترو تبعك والكلام مكتوب بهذا الكتاب أنا بنتبع علي مواصفات الملحد وبوعدك ما هيجيني كوابيس اليوم ولكن شرحت لك تماما كيف هذا الشيء غلط ولا يستوي الصادم أن هذا الرجل وفي آخر سنوات عمره انقلب رأسا على عقب وفي سنة 2007 نشر كتاب بعنوان هناك إله دايم هذا الكتاب بمثابة الصائقة التي نزلت على مجتمع الملحدين في العالم كان هذا الكتاب أوكي هلأ فتنا علبته عن موضوع بقينتنا هلأ بالكتاب عم نحكي سبب كوابيس بمثابة القنبلة للوسط العلمي والفلسفي الأمر شبيه بأن تتعرض دولة لهجوم مفاجئة تدخل الدولة في حالة من الفوضى والصراع وعدم الإدراك والوعي لا تعلم بماذا بتوليت انقلب آنطوني فلو على نفسه وانقلب على تحاول تصور الملحدين كأنهم عقيدة مجتمعين وعندهم ولي أمر والأخ آنطوني فلو هو ولي الأمر تبع الدولة للحادية واللي شو ما قال نحن منصدقه من دون تقسة صديقي هاي التصورات هي تصورات دينية بحد اليوم الناس ما بسترجي تطعم بابن كثير وما بسترجي تطعم بالطبري وما بسترجي تطعم بابن تيمية هذول الناس اللي عندهم هاي العقيدة نفسه نحن جماعة في عنا شريعة وهي الشريعة كلما بنكون تاريخي برجع الأورى أكتر كلمة العباقرة تبعها بيكونوا موجودين أكتر بالمستقبل ما هيجي عباقرة أبدا ماتوا العباقرة ولازم نمجدهم هات الشي مو موجود بالمجتمع الالحادي صديقي إن كان في شيء اسمه مجتمع الالحادي ما في شيء اسمه نحن ماشيين على قواعد ما فينا ننقضه بالشريعة الإسلامية لما ابن تيمية بيقول حكم هذا الموضوع كذا انتهى النقاش إذا بنرجع قبل من لاي حدا قبل من ترمية هذا بيجي أكتر إذا بنصل للنبي النبي هو اللي بيقرر الرسول في آيات بقوله آيات هو فسر الرسول الآيات اللي فسر الرسول لا يوجد نقاش فيها صديقي بالمجتمع اللا ديني خلينا نقول أو الملحد ما في هذا الشيء ما موجود اليوم إذا ريتشارد داكنز أنتو بتعتبرو من الملحدين الأشاوسة إذا بيكتب شغلة ما بتتناسب مع الفلسفة والمنطق أو المور العلمية بيتم نقضه بكل بساطة أنت كلامه غلط لأنه كذا وكذا أنا من الناس اللي قريبت له كتاب تابعه ليرتشارد طلعت له أخطاء كتير وفي عنده مغالطات منطقية واقع فيها كمان واستنتاجات غير مبررة هذا الشيء مو موجود بعقيدتكم صديقي لكن أنت متخيل كواه أرضية كلها ماشي بهاي السيناريو لأنه مفكرين الإلحاد دين حرفية أنا ما بلومك ما بلومك أنت مثل ما حكينا من البداية أنت من الناس قنواتك ليست قنوات دعوية ليست قنوات دينية أنت أغلب معلوماتك عن هاي الأمور بتأخذها من الناس أنت الهيثم وإياد القنيب وكذا يلي حاجدين رأسكم من ظهركم أنه الإلحاد هو دين وفي إله عقيدة وفي إله أجداد وإلى آخر فما بلومك صديقي ولكن فيني قلت لك البساطة كلام غلط هذا الأخ أنتوني فلوي طلع قال هناك إله مو مهم إن كان هو كتابه الأديم ليس هناك إله بعدين كتابه جديد هناك إله ما بيعمل خلخلة بالدولة الإلحادية كل اللي بيعملوا أنه جبلي الكلام تبعه خلينا نتأكد منه إن كان فعلاً هذا الإنسان قادر على إثبات وجود إله ممتاز انتهى الإلحاد إنه إلحاد هو عدم إغتام وجود إله وآله لكن إن كان غير قادر من أنتقده من كلاماً غلط في استنتاجته غير مبررة فأعطيني شوي أمثلة رجاءة من الأشياء اللي قال للأخ أنتوني فلو أفكاره التي عاش عليها لعشرات السنين وانقلب على مجتمع الملحدين بدون سابق إنظار أدى قراره لزعزعة الملايين حول العالم بعقيدتهم الإلحادية وهنا بدأت التساؤلات ما هذا بتزعزع عقيدتهم الإلحادية صديقي لأنه إذا فيه إنسان فايت على الإلحاد كعقيدة وهو ملحد بس لأنه شريف جابر ملحد ساعته بتفهم أنا هذا الشي اليوم في عندنا ملحد هو ليش أنت ملحد لأنه شريف جابر قال أنا ملحد ممتاز معاناً شو معاناً شريف لما بيطلعوا بأسلم على اليوتيوب بتتزعزع عقيدتهم لهذا الشخص أنا بتفهم هذا الشي لكن هل هي هي الحقيقة؟ هل الناس عم تفوت على التصور أو خلينا نقول عم تقول على نفسها ملحدين لأنه فيه ناس تاني ملحدين ونحبوه لا لحتى تصير أنت صديقي إنسان لا ديني بشكل عام أو تميل للإلحاد اللي هو عدم وجود إله وآلهة لازم تكون مقتنع فعلاً بعدم وجود إله وآلهة أو مقتنع بأنه ما فيه أدلة كافية بمعنى أنك أنت استعملت التفكير النقدي لحتى وصلت لهذا الاستنتاج الشغلة مو سمعاً وطاعة الشغلة مو كلمة قال رسول الله فقلنا معه ما فينا نعمل هذا الشيء كل شيء ينزل صديقي تحت المحل الفحص والتدقيق يعني الأخ نفكر الإلحاد عقيدة وإذا طلع شيخ الإلحاد قال روحوا على اليسار كلنا نحن نروح على اليسار لا أطرح والشكوك تثار وبدأ المشككون في الإلحاد ينقلبون عليه يقول أنتوني فلوغ أنه ألف هذا الكتاب ليجيب على كل الشكوك التي أثرت حوله ويجيب على كل التساؤلات التي طرحت عليه بعدما أعلن إيمانه بالله أعطينا أمثيذة رجاء وضع في هذا الكتاب بالتحديد كل الأسباب العلمية والمنطقية والفلسفية والأخلاقية التي جعلته يؤمن بأن لهذا الكون مسبب ومصمم ذكي والذي نسميه نحن بكل بساطة الله يقول أنتوني فلوغ تسميه أنت الله صديقي لكن هو شو سماه يعني أنت عم تستشهد بإنسان أنت برأيك أن الإلحاد غلط لأنه واحد ملحد رجع على الإيمان لكن تستخدمه لهذا الشخص كدليل على وجود إلهك الذي هو نفسه ما وصل له هذا الأخ يعني الأخ أنتوني فلوغ ما وصل لوجود إن الله أحد ليس إلى إله إلا هو جالس على العرش وكتبه لا ما وصل لهذا وصل لوجود خلينا نقول ما بعرف ما يمتأكد ما لديه كتاب هناك إله لكن وصل لإله ربوبي إله لا يمكن معرفة مواصفاته أو شو إن كان الإله الربوب لمعتاد أنت اللي عم تعمل هاي القفزة الاستنتاجية التانية اللي أيضا ما عليك عليها دليل الأخ أنتوني فلوغ ببعدكم وما لي آر كتاب وأر كتاب وببعدكم ما جاب أي دليل عوجود إله إن كان جاب أي شيء بيكون جاب حجة ومرة ثانية ببعدكم إذا هلأ بذكرنا بعض الحجج بتكون مليئة بالمغالطات يمكن تفنيدة بشكل واضح لأنه مرة ثانية لا يوجد أدلة عوجود إليها يوجد حجج والحجج هي الشيء يمكن الأخذ والرد فيه وليس من الحكم الاعتقاد بها أو الأخذ من نتيجتها بعكس الدليل يلي بيكون من غير الحكمة عدم الأخذ من نتيجته هذا الفرق باختصار يعني بين الحجة والدليل فبعدكم بيكون الأخ أنتوني فلو جايب حجج على وجود إله فالأخ قال آه بما أنه هذا هيك مقتنع أنا حقامل بهذا إله نفسه أعطيه اسم جديد اسمه الله وأعمل فيديو للملحدين العرب خبرهم أنه إلهي موجود كيف؟ أنتوني فلو دود أنت عم تعمل قفزات استنتاجية غير مبررة ما فيه نبلش أوصف لك ياها أولا وأهمن أنك أنت إله ربوبي سميته الله مثل ما قلت له من إنسان يوحد هذا الكون مسبب ومصمم بكي والذي نسميه نحن بكل بساطة الله هي هاي المشكلة أنتوا بكل بساطة بتسموه هي هاي المشكلة بريسايسلي صديقي شلون بكل بساطة بتسمي شيء هيك اسمه إله أنك أنتوا شخص ملحد آمن وأنا بكل بساطة بديسمي هذا الإيمان تبعه إله البساطة لا تعني صحة صديقي البساطة إن وصفت أي شيء تصف أنك أنت إنسان غير قادر على إثبات إدعاءاتك فبكل بساطة عم تخفز لاستنتاجات غير مبررة يقول أنتوني فلو في بداية الكتاب منذ أن أعلنت عن تحولي إلى الألوهية طلب مني في مناسبات ألوهية تماما بيان أسباب تغيير وجهة نظري انتهيت إلى القناعة بأن أعرض ما يمكن تسميته وصيتي وشهادة الأخيرة وباختصار وكما يدل عليه عنوان الكتاب فأنا أعتقد الآن بأن هناك إلها مرة ثانية ألوهي بمعنى النوربوبي وأعتقد I think صديقي ما فيك تبني حياتك أو تبني حوار ضد الآخرين على كلمة في شخص بمكان ما مات بيوم أيام وقال I think لأنه إذا تستعمل هذا الكلام على أنه دليل ضد الملاحدة أنا هلأ بجيب لك كتاب معاكس بجيب لك كتاب لواحد كان مؤمن وألحد وكتب أنا أعتقد أنه لا يوجد هناك إله فمصير أنه إليك عم نتصالع بهذا الفراغ الفضاء الفارغ أنت جايب لكتاب واحد كان ملحد وآمن وأنا جايب لكتاب واحد كان مؤمن وألحد هذا مو حوار صديقي وهدون الناس ما بيمثلوا أي شيء عن الواقع غير أفكارهم الشخصية خصوصيا ما بقول كلمة I think مثل ما أنت قلت من شوي أنا أعتقد أنه هناك إله يعتقد اعتقاد شخصي رأي شخصي ليس دليل ما عم بصدق أنه الأخ لقاها لقب أنه هو يعني أرى هذا الكتاب أو سمع قصة أنتوني فلو عمالها حاله Oh my God لسه في عنا ملاحظ عرب I'm gonna make a video on YouTube I do agree but let him cook I'm gonna let him let him cook I'm gonna let him cook That is such a cheap shot هدول الناس يقولوا طبعا بأي أنتو خرف وختية بشان هيك آمن من باب الإحتياط كتير تشيب هذا الموضوع لأنه بالحقيقة هل ممكن يصير يس ممكن يصير لكن قديش أحقيرة خليننا نقول أو ظالمة أنه إنسان فعلا غير رأيه إنسان كان ملحد وعن جد اقتنع بوجود إله لأسباب مبررة غير مبررة مغالطة مو مهم مهم فعلا هو بشكل شخصي مقتنع موجود إله تيجي أنت بتقول له لا حبيبي أنت ختيرت أكيد ختيروا هكذا هذا ضعف صديق أنت إنسان غير قادر أنت خايف من الكتاب وأنت عن جد من اللي قال لك عليه أنت كابوس الكتاب هناك إله وخايف ترد عليه فتقول لا حد على الكتاب خلص هذا خرف بكم لا هذا مرحب أعطيني الكلام اللي قاله خلينا نفنده نرى إن كان صحيح من الواضح أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مطلعين على كتاباتي عن اللا وجود بعد الموت وهم ليسوا مطلعين كذلك على آراء الحالية حول هذا الموضوع على مدى أكثر من خمسين سنة لم أنكر وجود إله في حسب بل أنكرته أيضا وجود حياة بعد الموت ومحاضراتي التي نشرت في كتاب منطق الفناء تمثل ذروة هذا المنهج من التفكير كمان هذا الموقف الأديم طبعا أنا ما بتفق معه أنا أنكر وجود إله وأنكر وجود حياة بعد الموت تعرفوني أنه سبب الإنكار طبعا لاش محاكرروا إصراكم فيه اكشلي لازم كررون فيه ناس كونا ومر بيسمعو الإنكار لا يجب أن يتم إلا بعض البيان صديقي بس لا يتم إثبات وجود حياة بعد الموت ساعتها رفضة بصير اسمه إنكار لك هذا الشيء ما يحصل تاريخيا أبدا ولا لوقتنا الحالي فلا يمكن الإنكار فعما يبدو أنتون فلو كان ملحد إيجابي بيوم الأيام كان من الناس يقولوا أنا أعتقد بعدم وجودي له وأنا ضد هذون الناس أنا ما بتفق معهم بالأفكار لهذون الناس طبعا لعننا أسباب قد تكون مبررة لكن بالنهاية الاستنتاج غير منطقي ما فيك تقول على كيان لا يمكن رصده إنه غير موجود لأنه هو من وصفاته إنه لا يمكن رصده أصلا فأنت لما بتقول هو غير موجود أنت نوعا معا بتعترف أنك رصدت المكان يلي يفترض يكون هو موجود فيه وتتضح معك إنه هو غير موجود هذا الشيء غير مبرر منطقي فإن كان أنتون فلو إنسان ملحد إيجابي بعدين تقل للإيمان أنا بيختلف معه بالموقفين لما كان ملحد بيختلف معه لما آمن بيختلف معه فهذا مجال من المجالات التي لم أغير وجهة نظري فيها في البداية وأثناء الخوض في الكتاب يشرح أنتوني فلو مرحلة بداية الشك وبداية تحوله الكامل لإنكار الله ولاتجاه للإلحاد ويشرح أسباب اعتناقه لهذا مع التحفظ على كمية الله هو عم يحكي على إله أنتوني فلو أنت عم تضيف الله من عندك أنتوني فلو يعلم عقلية الملحدين ويعلم أن الكثيرين منهم سيؤولون ما يقوله وسيبدأون بالشرح والتفسير على هواهم وأيضا سيرمونه باتهامات لا أساس ألاء من الصحة بصراحة أنا أعتقد أن قراءة هذا الكتاب بالضبط ضرورة على كل شخص يستطيع التفكير بمنطقية وعقلانية أي ملحد مبتدئ يريد أن يتفلسف عليك في نقاش أعطيه هذا الكتاب أعطيه فقط العنوان وارجع للخلف واجلس صديقي أنت عم تفتحى حالك باب محرش جدا وتبتقول للأداد بتفهم مشاهدينا كامل وهيك لأنه أنت عم تفهمه أنه أيضا الرد على هذا الكلام هو أنه يعني نعمل للعكس يعني بقدر الملحد آه أنت عم تسكتني بكلاب بكتاب لإنسان كان مؤمن كان ملحد وأسلأ وآمن أنا لح سكتك بكتاب كان واحد مؤمن وألحد شو هذا الحوار اللي أنت عم تعلم مشاهديناك يفوتوا فيه جب لي الحجة اللي أنت شايفة كافية وجودية لأنت قرأت هذا الكتاب عم تنصح في الناس أعطيني الحجة أو جملة أنت هاي الكلمة قاطعة وهي المرعب للملحدين لن فنده لكن الهلا ما حصل هذا الشي لا أعتقد أن أولئك الملحدين المبتدئين الذين أسميهم أصعالك المهرجين والموجودين الآن في اليوتيوب لديهم أي خبرة وتجربة لن تكون أبدا مثل خبرة ورجل بقي بطلا للملحدين خمسين سنة وأنا بصراحة أراهم كعصفور خرجا من ضيضة يريد أن يتفلسف على هذا يبدو أنك أنت عم تاخد استنتاجات تتماشى مع هفكارك صديقي لهو إن كان إنسان ملحد وما له مقتنع بديني وما غير رأيه للمدة طويلة فهذا الصلعوك مبتدئ بالإلحاد لكن إن كان إنسان تاريخيا ملحد وآمن مع الأيام وتحول لإله ربوبي أنا فيني يسميه بكل بساطة إلهي هذا عبقري هذا عبقري الإلحاد برأيه وهذا أحسن واحد ولا حدا يحكي لو يصير بمستوى هذا التمجيد تبع الأشخاص صديقي موجود فقط بالعقيدة الدينية تبعكم بالحياة الطبيعية ما حدا يمجد الأشخاص الـ Ideas إما هن بيكونوا بيقدروا يوقفوا لحالهم أو يوقعوا لحالهم الأشخاص مو مهمين صديقي تمجيد الأشخاص هذا عنكم أنتوا فقط النصر يعرف السماء زنقا زنقا ما كانت بعض الأشخاص التي تقرأتك في عام الأشخاص أن تقرأ الـ Atheism وأن تأتي إلى الواقع أن هناك إعجابة هم هناك إعجابة هذه أعتقد أن تأكد بيولوجي أعرف Pvd وأن أعرف كميات هذه الأشخاص السماء الأشخاص الإقومة الإقومة الآن عندما تتحدث عن الإقومة 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 إنه تتحدث من التشكيات نعطي كلما الأولى الإقومة الإقومة وإنكاً نسمعه اسم أصبب إيمانه وإنكاً؟ هل أنتطرح اللجقة because, after all, there is a problem about even the physical nature. If the integrated complexity of the physical world is a good reason, as Einstein clearly thought it was, of believing that there was an intelligence behind it, then this argument applies a fortiori with the inordinately greater integrated complexity of the living world. It seems to me that this is just obvious that that argument is much stronger now. And this was one of the factors that led you to conclude there must be an intelligence? Yeah, yeah, it was accepting Einstein, who after all... ...he was the person who was qualified to judge and seeing that A40 or A, this applied... ...where, of course, Einstein didn't... ...three times, Einstein didn't have any authority at all and wasn't inclined reason enough to talk about it. And finally, I came to my video where I used to use it, my friends. The third thing is, what is the first thing is, the first thing is, what is the first thing is, which is, when I was told here, I was told about the chemical and biology of biology and the biology of the relationship. I was asked him what are the reasons of your life? And that's true that it seems like that... ...when I'm talking about this as a Chinese... ...when I'm reading more and learning more about biology and biology, ...he makes sense that there is a lot of evidence that there is in an Isam. This is called a Haslam. This is called a Haslam. This is called a Haslam. How do we know that is a Haslam? أنك تشف أنه هو لما عم نحكي على وجود صانع أو خالق نحن نفترض أن يكون هناك دليل على وجوده نقول آها فعلا هذا كلام يوصلنا لإله ما عطانا الدليل وإنما عطانا جهله عن تفسير شيء معين واستعمله كدليل لا يقفز لهذا الإله فإنه يقفز لهذا الإله شو دليلك أنه هذا الإله موجود؟ أنا ما ليعرفان فسر التعقد البيولوجي والكيميائي موجود صديقي أنت ما بتفرق أي شيء مع أنك أنت إنسان واضح أنك بقواكل عقلية عم تتكلم بشكل مرتب وواضح أنت بنفس الوقت ما بتفرق أي شيء بعد كل هالعمر والتطور والبشر يوصلنا له ما بتفرق عن اللي كان قاعد بيوم الأيام من أجدادنا الجهلة قاعدين عم يتفرجوا على البحر وعم يشوفوا الأمواج عم يفكروا أنه بوسايدون هو اللي عم يضرب الأمواج لأنه ما فيه تفسير أنا ما عم بقدر فسر كيف الأمواج عم تصل لعننا على الشطة وترجع فأكيد بوسايدون قاعد جوه البحر عم بتفشن علينا نفس اللي يوصلوا للزوس أنا ما مستوعب كيف المطر عم تنزب والرعود عم تنضرب فأكيد زوس موجود بالغيوم جالس أنت عم تعمل شيء نفسه صديقي أي ما مستوعب شنون التعقد الكيميائي والبيولوجيا تبع الحيوانات والحياتك فأكيد في إله أنت ما عطيتني دليل عوجود إله أنت عطيت حجة مبنية على مغالطة على وجود إله هاي أول مغالطة المغالطة الثانية هي الاحتكام بالسلطة ذكر أينشتاين ثلاث مرات وهو عم يتحامى بأينشتاين كدرع كدرع فكري بأنه مثل ما كان أينشتاين بعتقد منه فيها ومثل ما كان مثلا صديقي بس لأنه كان في إنسان زكي بيوم من الأيام هذا ما بيعني أنه رأيه بكل شيء بيكون صحيح هذا الشيء اسمه احتكام بالسلطة لأنه أنت شو دليلك على وجود إله دليلي أنه في إنسان زكي بيوم أيام قال وأنه في إله هذا دليل غير كافي ما فيك تصل لإستنتاج مثل هذا بناء على شغلة مغالطة مثل هيك فهذا اسمه احتكام للسلطة وأخيراً أعطانا من هذا الكتاب اللي يسبب كوابيس للملحدين أعطانا كاتب الكتاب رأيه ليش هو آمن أول واحدة مبنية على مغالطة منطقية اسمه احتكام للسلطة عفواً احتكام الجهل والتاني احتكام للسلطة فهيك ما نكون استفدنا من هذا الفيديو أخيراً اللي عم حاول أن تأثهم منه شو بده صاحبه صديقي مساحة بعدك مو بس أنت وحتى كمان الملحد اللي انت عم تتشدق فيه وحابه وشايفه عبقري زمانه انتو الاثنين واصلين لاستنتاجاتكم بطريقة مغالطة ومنطقياً غير مبررة اللي بحب أعمله وانصحك فيه إنه بما أنك انت عن جد بتحب يعني ما يبدو عليك القراءة والاطلاع وكذا كبر المساحة تبعك شوي يعني عميل حرفية مثل القناة كبر مساحتك صديقي المساحة الفكرية تبعك اسمح لا تنتشر لأرنة تانية بعرف أنه قد يكون انت بتعتبر حرام أو كفر قراءة الأشياء الأخرى لكن بوعدك المنطق والواقع ما فيه شي مرعب أبداً بالعكس الأجوبة بتلاقيها ما بتصل لاستنتاجات منطقية مبررة بتلاقيها أنجوبة بمناسبة بتريحك وبتفسر الواقع حواليك بشكل لذيذ فصديقي يا الاستنتاج انت واصل له وكتاب اللي عامله برعب الملاحدة لا بيرعب ولا بيعمل شي أبداً كل اللي بيوضحه بأنك انت إنسان ما بتاع افتصل لاستنتاجات مبررة وواضح أنه موضوع الدين والأمور الفلسفية مو شغلتك أبداً بنصحك تنجع عموضوع الأشياء التانية بتعمل بقناتك وزا حابب تطور نفسك اعمل مساحة عقلية باسمه أكثر and that's it